أرسلت نمسا وفدا إلى تركيا للتحقيق في آليات إصدار وثائق مزورة يزدرها النظام السوري على أن ترسل بعثة أخرى إلى لبنان لنفس الغاية وتتزامن هذه الإجراءات مع دعوات مسؤولين النمسويين لترحيل سوريين إلى مناطق تعتبر آمنة كعادتها، الأحزاب اليمينية الأوروبية تخرج ملف اللاجئين والمهاجرين من جيبها قبل أي استحقاق انتخابي مرتقب تتصدر النمسا المشهد حالياً مع تصريحات مسؤوليها حول ترحيل اللاجئين وإجراءات تدرج في المسار نفسه تقول فيينا إن وثائق مزورة يصدرها النظام السوري دفعتها إلى إرسال وفد إلى تركيا للتحقيق في آليات إصدارها على أن ترسل بعثة أخرى إلى لبنان على اعتبار أن معظم طلبات لمشم لأسر السوريين تقدم إلى ممثلياتها هناك الرحلات هذه تتزامن مع إعلان المستشار النمساوي كارل نيهامر عن خطط لتوسيع استخدام اختبارات الحمض النووي للاجئين فيما يتعلق بملف الشمل معتبراً أنه التحدي التالي الذي تواجهه حكومته ومتوعداً بالحد منه من خلال ضواب تصارمة كما سبقتها تصريحات وزير الداخلية جيرهارد كارنر بأن المناطق المحيطة بدماشق ومدينة اللاذقية آمنة ويمكن ترحيل السوريين إليها ورغم وجود العديد من المشكلات الأخرى التي يمكن أن تتنافس الأحزاب في النمسا على حلها كالتعليم والصحة والإسكان والتضخم وغيرها فما تزال القضية الأكثر إثارة للمشاعر هي الهجرة وخاصة تلك التي توصف بأنها غير شرعية والتي عادة ما تخلط مع قضية اللجوء فكيف ستلقي الإجراءات الجديدة بظلالها على نحو مئة ألف سوري يعيشون في النمسا لتفاصيل أكثر معي الصحفي وليد صوان من ذيينة مرحباً بك أستاذ وليد يعني بداية ما هي قصة الوثائق المزورة التي تقول في النمسا بأن اللاجئ السوري يقدمها أو يقدم هذه الوثائق لدائرة الهجرة للمشمل العائلة نعم حسن كما ذكر تقريركم تقول النمسا أن هناك لاجئين سوريين يقدمون وثائق مزورة مرتبطة بلمشمل اللاجئ لا يعلم أن هذه الوثائق هي مزورة تقدم تبدو وكأنها وثائق صحيحة وحقيقية تصدر من جهات النظام السوري كجوازات السفر وشهادات الميلاد هي غالباً بضمن هاتين الوثيقتين تقدم إلى السفارات وغالباً هي السفارة النمساوية في تركيا والسفارة النمساوية في لبنان كون غالبية اللاجئين مقيمين في السوريين مقيمين في هاتين الدولتين وهتين السفارتين تعملان في هذين البلدين تصل الوثائق إلى النمسا تقوم بفحصها وباختباراتها وبإجراءات التثبت من صحتها فتكتشف أن هناك 132 وثيقة غير صحيحة ومزورة قدمت منذ بداية هذا العام هذه المشكلة ليست قديمة هذه المشكلة جديدة برزت هذا العام في الأعوام الماضية كنا نسمع فقط عن تزوير شهادات قيادة السيارات لكن هذا العام دخلت لكن لا توجد أرقام دقيقة حول ولكن أستاذ وليد هذا العام ما هي الوثائق التي رصدتها الحكومة النمساوية بأن اللاجئ السوري زور هذه الوثائق وكيف اكتشفت ذلك؟ بحسب ما أوردت صحيفة دي بريس النمساوية نقلا عن مصادر في وزارة الداخلية النمساوية أن هذه الوثائق مرتبطة بجوازات السفار ومرتبطة أيضا بشهادات الميلاد وتبدو كأنها صحيحة من أرقامها التسلسلية من نوعية الأوراق المستخدمة فيها الطوابع، الأخسام إلى كل هذه التفاصيل المرتبطة بهذه الوثائق يبدو أن الاكتشاف لم تذكر وزارة الداخلية كيف تتثبت من صحة هذه الوثائق وذلك كي لا تتمكن عصابات تزوير من ذلك يعني عندما تقول أنها اكتشفت من الأرقام التسلسلية فهذا يعني أن من يوزور هذه الأوراق سيتدارك هذا الأمر يمكن تلافي هذه الطريقة لكي لا يتم الكشف عنها ولكن يعني بالنسبة للبعث التي أرسلتها فيينا إلى تركيا وسترسل بعثة أخرى إلى لبنان لدراسة هذا الأمر هل لديك أي معلومات عن هذا؟ كيف سيتم التواصل؟ هل سيتم التواصل مع تركيا مع سفارة النظام أو كنسلية النظام في اسطنبول أو السفارة في لبنان؟ هل هناك أي تفاصيل؟ سيتم التواصل مع الجهات اللبنانية المختصة الأمنية وأيضا هذا الموضوع مرتبط أيضا بجانب سياسي وأيضا بتركيا بنفس هذا السياق وعادة يكون هذا الأمر مرتبط بمختصين يعني بضباط ربما مسؤولين الاستخبارات سيتم التواصل معهم مع نظرائهم من المسؤولين اللبنانيين والأتراك لكن لا توجد أي معلومات إن كان هناك تواصل مع سفارات النظام أو غير ذلك عادة يكون هذا الموضوع إن كان هناك تواصل ربما يكون استخباري أو أمني غير معلن بحسب وزارة الداخلية في النمسا فإن اللاجئ السوري الموجود في النمسا يقدم أوراق ثبوتية يعني للم الشمل أو جواز سفار أو شهادة دراسة جامعية وما إلى ذلك من هذه الوثائق ولكن قالت بأن هذه الوثائق صادرة من مؤسسات دمشق مزورة يعني ربما ليس لها قيود ربما تم إصدار هذه الوثائق أو الأوراق بالرشا أو ما إلى ذلك يعني هذه الجزئية غير مفهومة وغير واضحة تماما هذه التفاصيل لأن هذه الظاهرة هي جديدة في النمسا بدأت منذ هذا العام يعني نحن نتحدث عن قرابة أربع أو خمس أشهر الإشكالية تكمن في أن بعض اللاجئين وبعض السوريين لا يتمكنون بأنفسهم من إصدار هذه الوثائق فيضطرون إلى اللجوء إلى معاقبي المعاملات أو إلى مكاتب وهذه المكاتب ربما تكون وهمية أو مكاتب لتزوير هذه الأوراق والأوراق ولديهم اتصالات مع ضباط أو مع عناصر أو مع جهات أو مؤسسات من النظام بالتالي هذا الموضوع ينعكس سلبا على اللاجئ السوري وهو لا يعلم أن هذه الأوراق مزورة هذا تماما يحصل مع عدد من السوريين بخصوص تزوير شهادات قيادة السيارات هو لا يعلم هو يتقدم بهذه الأوراق يجري الامتحانات ولا يعلم أن شهادته مزورة يصل إلى النمسا ويقدم أوراقها إلى وزارة الداخلية وبعدها يكتشف يأتيه بريد إلى المنزل شهادة قيادتك مزورة نرجو توضيح ذلك أو يطلبون أوراق إضافية لتبيان ذلك سأسألك أستاذ وليد اللاجئ هنا هو الضحية في هذه الأمور عن كيفية اتخاذ أو ما هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة النمساوية في حال تم كشف وثيقة مزورة ولكن هنا دعنا نستعرض في هذه المادة التي أعدها تلفزيون سوريا والذي استطلع من خلالها رأي لاجئين سوريين مقيمين في النمسا للتعليق على قرارات السلطات الأخيرة المتعلقة بمنح الإقامات وإجراءات لم أشمل لا تعدم النمسا وسيلة للتضييق على اللاجئين خصوصا للسوريين بهدف إيقاف محهم اللجوء أو حرمانهم من لم شمل عائلاتهم بإعطائهم إقامة حماية لعام واحد وقدمت على اللجوء بالنمسا وجاني إقامة سنة هي حماية وأنا طبعا عندي مرأة وولاد زوجة وأطفال فما فيها لم شمل الحماية الإقامة السنة وصراحة ما أعلم ما أعلم بشي بدي أساوي وشو العمال وكان هو قرار جائر بالنسبة لكل واحد متزوج وإجا عن نمسا وزارة الداخلية النمساوية تسعى لإعلان العاصمة السورية دمشق ومحيطها منطقة آمنة تمكنها من ترحيل السوريين إليها رغم خطورة ذلك عليهم اعتبارات انتخابية وأخرى يمينية تدفع الحكومة لإنهاء منح السوريين اللجوء رغم قلة الواصلين منهم العام الماضي حيث بلغ عددهم نحو عشرين ألفا حصل ستون بالمئة منهم على الإقامة في حين رفضت ملفات نحو أربعين في المئة الحكومات المتعاقبة من 2017 ضد موضوع اللاجئين ضد ورود لاجئين من دول الشرق الأوسط والموضوع الآخر هو سياقه الحالي القصير المدى الانتخابات المقبلة التي ستخوضها الأحزاب النمساوية ودائما ورقة اللاجئين ورقة الأجانب ورقة رابحة في هذه الانتخابات لا تبدو النمسا مكترفة لما قد يحدق بالسوريين حال وقف منحهم اللجوء أو ترحيلهم من جراء اعتقال النظام لكثير من العائدين إلى بلدهم وإخفائهم قصريا مرحبا بك مجددان الصحفي وليد صوان استعرض تقرير واقع اللاجئين السوريين الموجودين في فيينا ولكن قبل أن نتحدث عن الإقامة التي أصبحت تمنح لمدة عام للاجئ السوري والذي لا يحق له بلمش شمل العائلة كنت تقول بأن في حال تم اكتشاف بأن هناك وثيقة مزورة قدم اللاجئ السوري سواء بعلمه أو عدم علمه ترسل إليه دائرة الهجرة بأن هذه الوثيقة مزورة ما هي الإجراءات التي تترتب عليه أو التبعات القانونية إن صح التعبير التبعات القانونية لا يوجد محاكمة بهذا الموضوع لكن هذا الموضوع قد يؤدي إلى إيقاف اللجوء أو على الأقل بأفضل الأحوال ممكن أن يؤدي إلى تعليق طلب اللجوء لمدة معينة للتأكد من هذه الوثيقة إن كانت مزورة أو غير مزورة وإن تأكدوا إن كانت مزورة بالتالي ربما يصل الأمر إلى رفض طلب اللجوء وهنا تقع المسؤولية الكبيرة على اللاجئ الذي يجب أن يثبت أن هذه الوثيقة غير مزورة وأن يبين الطريقة التي حصل عليها أي وثيقة هي من أسوأ العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها المرء هي تزوير الأوراق تحديدا في النمسا يمكننا أن نقول من أكبر الكبائر هذا الموضوع وقلت أن هذا الأمر يمكن أن يؤثر على إقامته وعلى منحه الجنسية وعلى أمور أخرى ولكن صحيفة دي بريس النمساوية تسألت كيف يمكن التشكيك في وثائق لا جدالة في صحتها صادرة من مؤسسات النظام لذلك سوف يتم اللجوء إلى فحص الحمض النووي عند طلب لم شمل العائلة أنا أعتقد هناك أيضا مبالغة من النمسا بهذا الموضوع نحن منذ أشهر قليلة بدأنا نسمع عن أزمة تبدأ وجدت أزمة في النمسا نتيجة لم الشمل وهذه الأزمة مرتبطة بطلاب المدارس بدأ الحديث عنها بالتالي الحديث عن تزوير أوراق وهذه الوفائق أو الأعداد أنا أعتقد أن عددها قليل نسبيا أن أنت تتحدث عن 132 وفيقة مزورة من أصل أكثر من 4000 طلب لجوء للسوريين قدمت هذا العام فهذا الرقم مقارنة رقم الوفائق المزورة مقارنة مع عدد طلبات اللجوء هو رقم قليل نسبيا أنا أربطه مع حالة الحديث والمبالغة بأن الأطفال الذين يذهبون إلى المدارس نتيجة لم الشمل خلقوا أزمة في قلة عدد المعلمين فهذا الموضوع أنا أعتقد أنه انتخابي سياسي ضد اللجوء ضد الهجرة هذا ما كنت أسألك عنه أستاذ وليد هذه الخطابات التي نسمعها من الأحزاب في النمسا والتصريحات الصحفية والمقالات الصحفية التي تقول بأن النمسا ستشدد على اللجوء وقوانين اللجوء هل هي فقط تصريحات لكسب أصوات في الانتخابات أم أن هناك تغيير فعلي سيكون في النمسا النمسا تجاه طالبي اللجوء الأثنان معا هناك تغيير فعلي يجري على قدم وساق هذا نلمسه من خلال الأرقام التي تصدر بين الفينة والأخرى من وزارة الداخلية من حيث من يحصل على إقامة الحماية وهي لمدة عام واحد من خلال طول فترة الانتظار لإجراء المقابلة الأولى ثم فترة انتظار طويلة للحصول على قرار اللجوء لمن يأخذ حماية لمدة عام ولا يحصل على لم الشمل عندما يطعن أو يستأنف على هذا القرار ينتظر عام آخر وبالتالي يتم تمديد إقامته تلقائيا لعامين آخرين دون أن يصدر قرار من المحكمة وعادة يصدر القرار برفض قرار الطعن أو الاستئناف أيضا من خلال قرارات القرارات عدم منح اللجوء من خلال قرارات الطرد وباتت تصدر في الفترة الأخيرة هناك نحو ما يقارب المائتين مائتي قرار الطرد لسوريين هذا يعني انتهاء كافة إجراءات اللجوء من التقديم طلب اللجوء ومن إجراء المقابلات وصدور قرار الرفض ثم الاستئناف ثم الطعن هذه الأمور تجري على قدم وصاق هناك أيضا مساعي حفيفة أيضا ليس من قبل الوزير الداخلية فحسب بل أيضا من قبل المستشار النمساوي الذي سيلتقي برئيس الحكومة البريطانية ريتشي سوناك كلا الأيام القليلة المقبلة وسيكون موضوع الترحيل إلى دولة ثالثة موضوع رئيسي ومهيمن على حديث المستشار النمساوي ورئيس الحكومة البريطانية سنتابع هذه التطورات وموضوع الترحيل إلى دولة ثالثة في برنامج المهجر لتصليد الضوء على القرارات التي سوف تتخذ أو التحليلات التي سوف تكون في هذا الخصوص شكرا لك الصحفي وليد صوان على هذه المعلومات كنت معنا من فيينا